يكون بحثينا المفكر والمحلل بولبيبا سالم أهلا وسهلا بولبيبا تحياتي ليك سماح شكرا على هذا البرنامج المقاوم المنخرط في هذه المعركة معركة الطفان الأقصى وشكرا لك أنت على هذا الجهد المميز وعلى هذا البرنامج الذي أصبح برنامجا عربيا يعني له أصداء كبيرة خاصة في الوطن العربي وهذا من دقيقة فخر لنا جميعا ولك أنت بالطبع بكل تأكيد مرحبا بيك شكرا جزيلا بولبيبا سالم وهذا مكنش يكون إلا بحضور ظلوف من النوعية هذه من نوعكم أنتما سعيدة جدا باستقبال وبحثينا سليح الديودي المفكر والمحلل والناشط السياسي سليح الديودي مرحبا بك أهلا وسهلا ومرحبا بالأخ العزيز بولبابا وكل من يستمع إلينا وهم أنا أيضا علمت وعرفت بالواقع يعني أن المتابعين في تونس وفي أبعد من تونس وأعتقد أنهم يشاركون بقلوبهم أيضا باهتمامهم ونهديهم والمقاومة أظن تهديهم ثواب كل رصاصة تطلق على رؤوس وفي صدور العدو سويوني وأعوانه أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وفي إطار أنه البرنامج الصداع هذي العربي شفت العديد من الرسائل اللي طلبوا منها تكون سلطانة عمان كذلك حاضرة معنا كضيوف ونعلمهم حكي وبرشا على الأستاذ علي المعشن يكون معنا يوم الجمعة مباشرة من مسقة عمان في على مسؤوليتك هكا بعد المساجات متاعكم وجوله تحية من الأستاذ علي المعشن معناها لأنه شخصية مفكر بالحقيقة استراتيجي ونجوله تحية من هذا البرنامج من تونس من برنامج على مسؤوليتك واختيار جيد شكرا لك سماح الأستاذ علي المعشن الحقيقة مفكر استراتيجي رائع جدا له شعبية كبيرة وممتاز في تحاليله وتقريبا كل ما قاله بعد معركة الطفال الأقصى يوم سبعة أكتومبر تقريبا معنا تحققها ونجوله تحية من هذا المنبر بالطبع ومرحبا به في تحياني يكون معنا النهار الجمعة سنتحدث بعد قليل على أسلحة جديدة اليوم شفناها على الميدان من كتابة أبو القسام سنتحدث كذلك عن اليمن الحكومة الإسرائيلية وتخبط في التصريحات ولكن اليوم 27 ديسمبر اليوم في نفس هذا التاريخ من عام 2008 كان الكيين المحتل بداي حرب على قطاع غزة الحرب أطلق عليها الكيين اسم عملية الرصاص المصبوب ردت عليها المقاومة الفلسطينية في القطاع بعملية سميتها معركة الفرقان والهدف كان في 2008 من عملية الرصاص المصبوب كان سلاح الديودي إنهاء حكم حركة حماس في القطاع نعم تقريبا نفس الهلاميات والخزعبلات التي يتداولها قادة العدو سويوني في هذه الأيام في أيام معركة طوفان الأقصى وهي القضاء على البنية التحتية للمقاومة وإنهاء حكم المقاومة وحكم حماس بالتحديد وهذه المطالب تقابل من الظفة الأخرى من الجانب الفلسطيني بنفس المطالب تقريبا أو الأهداف الكبرى الموجودة الآن معداء عن الجانب التحريري الشامل قضية فتح المعابر وقضية رفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر وهو محاصر حتى هذه اللحظة ثم أيضا العدو كان يريد من هذه العملية تحرير المدعو جلعاد شاليت بالقوة وطبعا فشل في ذلك وهو يعيد نفس هذه السياسة الآن ويفشل فيها وفي تلك المعركة ارتقى عدد أيضا كبير من الفلسطينيين أكثر من 1400 فلسطيني طبعا جلهم كمثل هذا اليوم كمثل هذه المعركة جلهم من الأطفال والنساء وبالمقابل لم يعترف العدو إلا والمقاومة قالت في ذلك الوقت 49 جندي صهيوني نفق وتم القضاء عليه تقريبا من الجانبين التاريخ يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى إلا في حجم هذه المعركة وحجم أهدافه هذا بصورة عامة عن هذا التاريخ المجيد أيضا واضح والبابا سالم العدوان الإسرائيلي ووقتها استمر لـ 23 يوم سلاح ديودي يقول التاريخ يعيد نفسه رغم أنه طفان الأقصى كانت المبادرة فلسطينية من المقاومة الباسلة الفلسطينية اليوم 27 ديسمبر كتائب القسام تقول حاولتم في 2008 تحاولون من جديد نفس الهدف القضاء على حماس ولكن حماس ثابتة والمقاومة أثبت بكثير وأقوى بكثير من 2008 هو لأن عملية الرصاص المسكو بقته سنة 2008 كانت مجزرة نفس الشيء الدموية طبعا استهدفت الأطفال والنساء والمدنيين وعجز الكيان الصهيوني عن تحرير الأسير الإسرائيلي وقتها الجندي جلعات شليط وبالطبع بعد تلك المعركة لكن هنا ربما لهذا العدو لا يعتبر من الدروس ولا يعتبر من هذه الأحداث ولا يعتبر من التاريخ للأقول ذلك ويعيش للأسف معناها من مرحلة من الجهل ومن الغباء خاصة مع هذه الحكومة التي تعتبر من أغبى الحكومات ومن أكثرها فاشية ونازية وعدوانية وجهل المقاومة الفلسطينية 2008 ليست المقاومة الفلسطينية 2023 والمقاومة الفلسطينية خاضت تقريب بين 2008 و2023 ثلاثة معارك أو ثلاثة حروب تقريبا لنقول ذلك 2008 و2012 بعد 2014 و2021 وكانت معارك يعني تستفيد منها المقاومة ولم يستفيد من العدو الصهيوني المقاومة الآن الفلسطينية قوية جدا طبعا ضاعفت من قدراتها ضاعفت من استعداداتها حتى نوعية الأسلحة التي طبعا تم تمكين المقاومة منها كانت أكثر تقريب دقة نرى الآن الجيش الصهيوني ربما الفرق بين كل تلك المعركة أنه ألقى بكل ثقله في هذه المعركة معركة الطفل الأقصى يعني عندما نرى ألوية النخبة عندما نرى حجم تقريبا عدد الطائرات تدد المشات الدبابات غيرها تقريب يعني استنفذ كل شيء الجيش الصهيوني للقضاء على المقاومة في غزة ولكنه بعد تقريب 82 يوم من القتال عجزة وبالعكس هو يتخبط ويتعرض إلى هزيمة قاسية وقاسية جدا وحتى جنرالات العدو وحتى مسؤوليه هناك صاروا يعترفون بأن الأهداف التي يضعها نتنياهو لهذه الحرب هي أوهام لا يمكن تحقيقها على الإطلاق وبالتالي صار يراجع يعني حتى صار يراجع هذا العدو حتى أهداف هذه الحرب وأصبح بالفعل يعني هناك هزيمة حقيقية للصهاينة في غزة الآن صرنا نتحدث عن هزيمة حقيقية وهزيمة حقيقية يعني تتحدد يعني أعطيك مثلا ما حصل في الأربع أيام الأخيرة في الأربع الأيام الأخيرة ولماذا تصاعد عدد القتلى الصهاينة والخسائر الإسرائيلية كانت يعني بلا حساب الصحافة الصهيونية نفسها نحن نتحدث عن المصدر الصحافة الصهيونية تتحدث عن أكثر من خمسة لاف قتيل خمسة لاف جندي صهيوني قتلوا في معركة غزة هذه المصدرهم هما هذا ما تقوله الصحافة الإسرائيلية بعيد عن الرقابة العسكرية وحتى مستشفياتهم تتحدث عن مئات يعني المئات الذين يأتون يوميا هنا من الجرحة إلى المستشفيات الإسرائيلية بالتالي عندما نتحدث عن أكثر من خمسة لاف قتيل في معركة دامت الآن 82 يوم وهذه الخسائر في الآليات في الجنود في غيرها هذا أعتقدنا في اعتقادي يعود أول شيء إلى أن كتائب القسام دخلت قوات النخبة إلى المعركة بشراسة بالإضافة إلى أن الجيش الصهيوني دفع كذلك بقوات النخبة هذه الأيام بالذات بعد صحب لواجلاني تم إدخال يعني ألوية أخرى لحسم المعركة لأن هناك معركة سياسية سنتحدث عنها بعد قليل تدار يعني في الكواليس حول صفقة ما أو مفاوضات ما حول لإنهاء الحرب أو حول التفاهمات معينة فبالتالي ما يحصل الآن هي معركة عظ أصابع حقيقية وهناك المقاومة الباسلة استطاعت حتى هذا اليوم أن تكبد العدو الصهيوني يعني خسائر كبيرة واستعملت أسلحة جديدة ونوعية كما ذكرها منذ قليل الأستاذ صلاح يعني لأول مرة كتاب القسام تتحدث عن استعمال صاروخ السام 18 الروسي نفس الشيء كذلك تقريبا استهداف ناقلات الجند أربع ناقلات جند كنقوله ناقلات جند رأي أقل ناقلات جند فيها ثمانية جنود معناها خسائر كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي القسام هنا وكل فسائل مقابل فلسطينية خاصة في القطاع الأوسط وفي القطاع الجنوبي التي تدور فيها الآن معارك ظارية وظارية جدا بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال والمرتزقة التي معهم طبعا تكبد فيها الصهيرة وستنتصر المقاومة في هذه المعركة خلال هذه الأيام واضح تحدث أبو البابا سالم وكننا حكينا قبل قبل دخول البرنامج سلح الديودي عن الصاروخ سام 18 مثلا استعمل اليوم الشرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة كتائب القسام تحدثت على معارك كبيرة لمدة ستة ساعات متواصلة بالأسلحة الرشاشة قذائف ليسين مية وخمسة عبويت الشباب المضادة للدروع قذائف التبجي المضادة للتحصينات وكأننا اليوم أماما عتاة جديد صلاح الديودي وما هي الرمزية اليوم بالذات لدخول هذه الأسلحة على الميدان نارف القطاع محاصر الحرب دائرة منذ ثمانين يوم تقريبا مستحيل أو شبه مستحيل أنه يكون تم إدخال أسلحة جديدة في الأيام اللي فاتت ما هي الرمزية وشنوما الأسلحة هذية جديدة الملاحظة الأولى أنه في تقديري لا يوجد مستحيل فيما يتعلق بالمقاومة وغزويا وعلى مستوى المقاومة لا أظن أنه يوجد حتى فيما يتعلق بقضية القادة وقضية الأنفاق ثم معطيات كثيرة لا يتسعى في الحقيقة الوقت هي معطيات شائعة هنا وهناك وهي ليست صحيحة ولكن ليس المجال مجالة ثانيا فيما يتعلق بقضية النخبة الأخ بول بابا أنا أعتقد أن كل المقاومة وقطاعاتها وكتائبها هي نخبة لأن التكتيك العسكري الذي تستخدمه المقاومة في الميدان بقطع نظر عن قضية توغل العدو وكيفية الدفاع وإلى خيره في جانب آخر في علاقة بتوزيع القوى وتوزيع الأسلحة المقاومة تعمل على أن لا يكون ثمة تخزين عال أو تخزين كبير لكل أنواع الأسلحة لسبب بسيط ومعروف في العلم العسكري هو أنه حتى إذا استطاع العدو أو تمكن من أسلحة ماء لابد من أن تكون بكميات صغيرة وبسيطة ولا يمكن أن تؤثر في عتاد وذخيرة المعركة هذا من جهة من جهة ثانية توزيع الأسلحة على كل الكتائب العاملة في الميدان في كل قطاعات ومناطق قطاع غزة المحاصر من شماله إلى جنوبه تبقى كل الكتائب والألوية موجودة حيث هي وتستخدم ولديها القدرة ولها حقية أن تستخدم كل الأسلحة التي تستخدمها كتائب أخرى وقوى أخرى مهما كانت حجامها وتسميتها في مناطق أخرى وبالتالي فأن دائرة النار في كل قطاع غزة يرد عليها بتكتيك واحد من حيث الأسلحة من حيث توزيعها ومن حيث تخزينها أو كمية تخزينها وطريقة توزيعها جغرافيا وعسكريا على القوات المقاومة العاملة في الميدان هذا أردت أن أوضحه فيما يتعلق بالعدو أيضا العدو يدعي أنه ربما إذا غاب لواء أو لواء نخبة ربما تكون الأمور أقل صعوبة أو أكثر صعوبة وهنا أيضا يدعي لتبريرات إعلامية ونفسية تخص جباته الداخلية الحقيقة لواء جفعاتي لا يقل شراسة وأهمية عن لواء جولاني ولواء كفير هذا أيضا لا يقل وهو مسؤول عن 70% من الاعتقالات في كامل فلسطين المحتلة ويدعي العدو أنه أنشأه من أجل مقاومة المقاومة التي يسميها بين ذفرين الكلمة الأخرى التي أنا لا أريد أن أستخدمها وهذه تضليلات ومحاولات يائسة يقوم بها العدو من أجل أن يغطي على بعض الأمور من هنا وهناك وكلمة واحدة وأمر هذا مثلا إلى جانب جفعاتي والمضليين هذا اللواء كفير مثلا العدو صنع طائرة أيضا باسم هذا اللواء لأهميته وهي تشبه نوع أو جيل من أجيال طائرات ميراج الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية نفسها صنعت طائرة أيضا بنفس هذه التكنولوجية وبنفس هذه القيمة التي سمي من أجلها هذا اللواء كفير وهي عبارة عبرية تعني الشبل أو ابن الأسد الصغير الشبل إلى خير هذه بالنسبة لهم هم هذه التسميات والأمور هذه مهمة ولذلك نريدها نعم تدخل في التثقيف الخاص بالمقاومة من باب مبدأ من المبادئ المهمة وهي مبدأ أعرف عدوك فيما يتعلق الآن بهذه الأسلحة كل الأسلحة التي استخدمت في المدة الفارطة شيء وهذه الأسلحة شيء آخر لا أتحدث عن قوتها أو فاعليتها أتحدث عن منظوماتها أولا الشواذ أو اليسين أو غيرها أو الغول أو غيرها هذه كلها تصنيع وتطوير قامت به فلسطيني فلسطيني تطويرا وتصميما أو تصنيعا وليس بالضرورة من الصفر يعني لا شيء ينطلق في هذه المجالات من الصفر أو على الأقل تطويرا هي فلسطيني الآن أسلحة روسية وواضحة أنها روسية وتسمياتها روسية وبالتالي أنا أظن أنه علينا أن ننظر قليلا في دلالات ومعاني ورمزيات هذه الاستخدامات بعد قليل كلمتين حول السلاح الأول الذي استخدمه والسلاح الثاني الذي استخدمه السلاح الأول هو الصاروخ RPOI وهو بالطبع صاروخ روسي مضاد للتحصينات وهو دخل الخدمة في أيام الاتحاد السوفيتي سنة 86 يحتوي على رأس حربي حراري يبلغ من الطول الإجمالي 940 ملي متر ووزنه 8.8 كيليجرام وعياره 90 ملي متر المدى الفعال ما بين 300 متر ويصل حتى 1700 متر وأقصى مدى رؤية فيه هو 800 متر وأقصى مدى يعني متري أو كيلو متري هو 1700 هذا مهم جدا لسببين بسيطين وهما كما يلي السبب الأول أن هذا السلاح يصنعه في الاتحاد الروسي حتى يومنا هذا وهو في الخدمة حتى يومنا هذا ولا أدل على ذلك من معرض سنة 2021 للصناعات الدفاعية الروسية معرض إيديكس حيث عرض هذا السلاح قبل سنتين من الآن أهمية هذا القاضف وهو قاضف لهب لأنه هو اسمه الكامل شميل أم شميل يعني لهب يعني قاضف لهب أهميته أنه سهل الحمل يعني ما يتجاوز 19 كيلو نجم تهزه على يحمل على الظهر ويتنقل به المقاتل الفلسطيني من مكان إلى آخر ذلك عليش قتلك من لورة وتوزيع الأسلحة وكيفية استخدامها فهى نظرية بالنسبة للمقاومة وهي فكرة بالطبع فكرة ذكية جدا وهو سهل الاستخدام سهل الاستخدام بحيثه آمن وما فيش مشكلة متاع استخدامه لصعوبة استخدام وإلى آخره وبالطبع يستخدمه المشات والهدف بطبيعة الحال هو الدفاع وهو ضرب العدو بالطرق المناسبة وإلى آخره يعملوا في كل الظروف المناخية ولا يحتاجوا أي نوع من أنواع الصيانة وهذا مهم جدا يعني قبل أن نتحدث عن المعاني والدلالات بسرعة أيضا بعجالة السلاح الثاني وهو سلاح سام ثمانية عشر وهو أيضا سلاح روسي بالنسبة للروس تقريبا كل شيء بالأس عندك الأس في منظومات الدفاع الجوي أس ميتين تلاتمئات تلاتمئة وخمسين أربعة بيان خمسة مئة وهكذا بالنسبة للصواريخ هو سام سام هي اختزالا لسيرفيس تو اير ميسايل يعني صاروخ سطح أو جو أرض هذه الاختصار سام وبالنسبة بطبيعة الحال للطائرات سو سو كذا سو كذا سو كذا حتى وصلنا خمسة وثلاثين وما بعد خمسة وثلاثين هذا السلاح يسمى أيضا إيقلا ناين كا ثمانية وثلاثين هذا مطور عن سام ستاش في الحقيقة هو ثم سام ثمانية أو سام تسعة أو سام عشر أو سام أربعة عشر وستاش وإلى آخره ثم أجيال عديدة من هذا السلاح والأهمية أهمية هذا السلاح في كلمتين وهذا سيدتي الكريمة هو دفاع جوي يعني لضرب الطيران الصهيون أنا في هذه الحالة نتحدث عن المروحيات وقد تمكن الآن المجاهد القسام هذا اليوم من استخدام هذا الصاروخ جروز ثمانتاش يعني من نوع جروز يقال في العربية كروز وهو صاروخ مضاد للطائرات يسيل مداه حتى خمسة فتلاثين كيلو متر يعمل ضد الأهداف الجوية من ارتفاع عشر أمطار وحتى ارتفاع ثلاثة فتلخمسة كيلو مترات دخل الخدمة الفعلية لدى القوات البرية والبحرية الروسية عام ثلاثة وثمانين يزين 11 كيلو جرام رأسه المدمر لا يتعدى 2.32 كيلو جرام يبلغ طوله 1.7 متر وقطره 72 متر وهذا تطور كبير ونوعي في المعركة في الميدان في قطاع غزة من طرف المقاومة وهذه المرة من طرف القسام بالذات لأننا لا نتحدث هنا أيضا سرايا القدس أسقطت مسيرات نتحدث عن مسيرات نتحدث عن دفاع جوي وهذا تطور جديد وكبير لدى المقاومة من هذه الناحية من الناحية الأخرى فيما يتعلق بالصاروخ المضاد للتحسينات أيضا فيها أجيال في كلمتين RPO A وRPO Z وRPO D وإلى آخره ومنظومة في الحقيقة فيما يتعلق بالمقاومة وباستخداماتها وهي فعالة وقوية وكاسرة ورادعة وكاسرة للتوازن إلى حد كبير وقد حققت أهدافها وإن لم تحقق أهدافها وإن لم تكن لتحقق أهدافها لما كانت المقاومة أصلا استعملتها في مثل هذا اليوم وهنا أنهي في كلمتين مختصرتين فيما يتعلق بالسلاح السلاح أيضا رسالة والسلاح سياسة والسلاح أصول وقيم وديبلوماسية واستراتيجية فضلا عن أنه علم وفضلا عن أنه بلوغ للأهداف وتحقيق للأهداف أنا أظن أن هذا الاستخدام هو يقول في كلمتين أن محور المقاومة من الناحية السياسية والعسكرية ووحدة الساحات من الناحية التكتيكية والاستراتيجية ووحدة الحال والمصير بالنسبة لكل هؤلاء القادة هي من ناحية السياسية وحتى الدبلوماسية المقاومة إذا شئتي هي أيضا وحدة واحدة ومتكاملة وأظن أن الرسالة أيضا تقول أن العمل ما بين الحرس الثورة وهذه هي التسمية الصحيحة في الحقيقة الحرس الثوري ليست تسمية صحيحة حرس الثورة نعم وقوة القدس وليس فيلق القدس وبالنسبة لحزب الله وبالنسبة للجمهورية العربية السورية على اعتبار أن هذا السلاح خرج من روسيا وذهب إلى جنوب لبنان ثم مر إلى غزة وليس اليوم بالطبع قبل سنوات والمقاومة كما استخدمت الكورنيت في أطور أخرى ولازال لديها حتى هذه اللحظة الكورنيت ولكن الكورنيت لا يستخدم ضد الميركافة أربعة لأنه بالليزر والريل ليزر ثم فيه مشكلة وبالطبع تستخدم اليسين مية وخمسة حتى يمرر اللهب من داخل الثقوب الموجودة في الدبابات يعني حسب الحالة حتى تكون قدرة الانفجار كبيرة أيضا أنا قلت الرسالة هي رسالة أن وحدة الساحات قائمة ووحدة المقاومة قائمة وهذا رد من الردود أيضا الوفية من طرف المقاومين لرفيق درب ورفيق جهاد الجنرال الشهيد قاسم سولواني الذي استشهد في مثل هذه الأيام في نهاية سنة الشهيد العميد رذي الموسوي الذي تمت ترقيته إلى رتبة لواء بعد أن استشهد عنه كلمتين في هذا السياق عمل على ملف الملف التسليحي واللوجستي هو مسؤول ملف تسليح المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمدة ثلاثين سنة وهذا الذي استخدم اليوم هذا السلاح هو مرة تحت بوجود هذا الرجل الشهيد بطبيعة الحال هذا يدل عباء علاوة على بيان حركة حماس وبيان الجهاد الإسلامي وبيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه المعركة هي معركة واحدة وموحدة وأنه ثمت أسلحة حسب تقديري لم تستخدم حتى يومنا هذا ومن الممكن استخدامها في هذه المعركة وفي غيرها من المعركة لا أتحدث عن هذا السلاح أتحدث عن أسلحة أخرى أسلحة أخرى أيضا نوعية وموجودة حتى هذه اللحظة عند القسام وعند سرايا القدس ولم تستخدم وليس فقط الأسلحة المضادة للدروع والتحسينات والأفراد وإنما الصواريخ أيضا فماذا عن حزب الله فماذا عن حزب الله إذا كان هذا موجود في غزة وربما في نهاية هذا النقاش نتحدث أيضا عن كريات شمونة والهجوم القوي الذي قام به حزب الله هذا اليوم على هذا المجلس الإقليمي الاستيطاني وهذه المنطقة البلدية التي اسمها كريات شمونة كلمة واحدة زاد فها رمزية كبيرة برشة فها رمزية كبيرة برشة كريات يعني قرية شمونة هذه تتحدث على ثمانية ثمانية شمونة ثمانية هم ثمانية المؤسسين لما يعرف بالكيبوتسات وهي المناطق الزراعية العسكرية الصغيرة في ذلك الوقت يعني ثمانية المؤسسين ع سنة 49 في تلك المنطقة لهذا العمل الإحلالي الإفراغي الذي يقال استيطاني في الحقيقة هو يعني اغتصابي إحلالي اقتلاعي إلى خيره هذه أيضا فيها رمزية كبيرة ربما نتحدث فيها بعد حين وطبعا عفوا كل العفو على الإطالة